اهلا بكم اوضح المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ ان حجم المبالغ المتوقع سحبها خلال ايام العيد او الاجازات وشهر رمضان يرتفع عادة بنسبة 30% عن الايام العادية واكد ان البنوك السعودية تولي اهتماما بالغا فيما يتعلق بجهوزية اجهزة الصراف الالي والمنتشرة على مستوى المملكة التي يفوق عددها 19 الف جهاز سواء من حيث توفر النقد الموجود بداخلها والذي يلبي احتياجات العملاء او من حيث قدرتها وكفاءتها التشغيلية من خلال كفاءة اعمال الصيانة والجاهزية الفنية سجلت المنشآت المتوسطة والصغيرة خلال 2016 نموا في اعدادها بثمانية ونصف بالمئة حيث بلغت نحو مائتين وخمسة وسبعين الف منشآة ويعود هذا النمو الكبير في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفضل المبادرات والمحفزات التي تقوم بها المملكة في ظل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وتستهدف استراتيجيا الى رفع ثقافة ريادة الاعمال ودعمها من خلال زيادة مساهمتها بالناتج المحلي غير النفطي أكدت وزارة المالية أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب والتي سبق الإعلان عنها ستدخل حيز النفاذ الشهر المقبل وذلك باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن بين الإرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020 وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم وبواقع مئة ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في المملكة ليصبح المبلغ سنويا قد بلغ ألف ومئتي ريال ويتضاعف المبلغ في مطلع عام 2018 حتى يصل في عام 2020 إلى مبلغ أربعمائة ريال في الشهر وبمجموع يصل إلى أربعة آلاف وثمانمائة ريال في السنة كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الودائع في شهر مارس الماضي بقيمة 155 مليار جنيه لتصل قيمة الودائع في الجهاز المصرفي تريليوني وثمانمائة وتسعة وستين مليار جنيه منها 681 مليار بعملات أجنبية وكان في فبراير الماضي إجمال الودائع قد بلغ تريليوني وسبعمائة وأربعة عشر مليار جنيه منها ودائع حكومية تصل إلى أربعمائة وثلاثة وتسعين مليار ومائتي مليون جنيه منها ما يعادل مائة وثلاثة وتسعين مليار وستمائة مليون جنيه بعملات أجنبية يذكر أن قرارات البنك المركزي المصري برفع الفائدة على الإيداع وإصدار شهادات استثمار بنكية وبفائدة سنوية تصل إلى عشرين بالمائة أدى إلى زيادة كبيرة في الودائع لدى البنوك ارتفع عدد العقارات السكنية المباعة في تركيا بنسبة واحد ونصف بالمائة على أساس سنوي خلال مايو وذلك وفقا لبيانات معهد الإحصاءات التركي التركستات والصادر اليوم وأظهرت البيانات أنه تم بيع مائة وستة عشر ألف وحدة سكنية خلال الشهر الماضي بزيادة تقدر بواحد وثمانية عشر بالمائة مقارنة مع شهر أبريل وكان نصيب الأجانب من هذه المبيعات ألف وحدة سكنية وبنسبة تصل إلى ثلاثين بالمائة تصدر فيها السعوديين قائمة المشتريين الأجانب مع مائتين وخمسة وثمانين وحدة قالت شركة النفط المكسيكية بيميكس إن صادراتها من النفط الخام خلال شهر مايو الماضي انخفضت إلى مستوى قياسي جديد وذلك بالرغم من ارتفاع مستوى الإنتاج بـ 14% على أساس شهري وانخفضت صادرات بيميكس من مليون برميل يوميا في أبريل إلى 958 ألف برميل يوميا في شهر مايو مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ عام 1990 وفي الوقت ذاته ارتفع إنتاج الشركة من النفط الخام إلى مليوني وعشرين ألف برميل يوميا خلال شهر مايو ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري 11 منصة إلى 758 منصة وفقا للبيانات الصادرة من بيكر هيوز على النقيض تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز ثلاث منصات إلى 183 خلال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من يونيو مقارنة بتسعين منصة في الفترة ذاتها من عام 2016